السلام عليكم ورحمة الله بعد تداول مقطع فيديو لامرأة تطعن شابا أمام صالون حلاقة في حي الرواب بجدة أعلن سناب وزارة الداخلية عن إيقاف مواطنين في العقد الرابع من العمر وقال سناب وزارة الداخلية إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة الحادثة واتضح أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس وهو بصحة جيدة ولله الحمد وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى قحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم